السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله سوف نقوم بإتمام تمرين 55-56 من الكثير من دراسيب وفين هاد تمرين فرقته علاش لأنه ألف وبع فيها طريقة أما هاد اسمته الحرف جيم فيه طريقة أخرى جيم فيه طريقة أخرى هادا الطريقة هادا الطريقة الهدد يعني هادا الطريقة كنا نضيفه نضيفه الأعداد ونضربه في عدد بس وصلونا فيه لأن الانطلاقة الانطلاقة غتكون هي 1-5-4-x وخصينا في الآخر نلقى x بوحدة يعني نصبقه بوحدة حلا غادي نجبل شي حاجة نفص شي حاجة بوحدة ها؟ نخص بقال x بوحدة يعني غادي نجبلها نفص ذكر عملية 1-5-4-x نخص بقال x بوحدة تهيئة تسمى بطريقة التغطير تهيئة تدخل في نفس طريقة هي طريقة التغطير كيف هادا الطريقة؟ مثلا زائد بي x أنا بغي غي x شو ها ندين دير؟ هاد أهلي اللولا ماشي بحل اللولك ونضربه ونلولك وهاد نزيد عدد هنا لا كان بدأ بلي زايدين همانوين ينحيدون بمعنى أن ندير A ناقص A A عد زايد بي x ونقص A كان من قصة A كان من قصة A كان من قصة A كان من قصة A من هنا يعني بس أعطي لي 0 تبقى بي x من طبيعتها هنا ناقص A ثم بعد ذلك سنقسم على B أعني سنقسم على B بس أعطي لي 1-x ويني كي يقلب عليها واحد x ياللي عندي انا عنف نتيجة هاده راه واحد x ياللي عندي يخسينو سليع إذا انت هنا هنقصت على B يخسينو هناك بمعنى اخر راني ما تقسمت وإنما ضربته بي x في واحد على B بس أغتزيلو بي وفي الجيافرا راني تناقص A في واحد على B يعني دربت في مقلوب العداد B فاش يكون عندي الضرف كان ضرف في المقلوب باش يمشي فاش يكون عندي الجمع ولا الفرق كان عندي الجمع كان القص كان عندي الفرق كان زيد إلا كان عندك عدد سالي ناخدوا معي هنا لاقيس تسعود مثل تسعود هاتك تسعود ستزيد لها تسعود واش نتخلصوا منها علاش باش اعطي الصيفر واكيد تسعود 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 هاتك تسعود هاتك تسعود كان عندي ضرب حال سبعة يكس كان ضرب في واحدة سبعة علاش مش كبشي سبعة مع سبعة وتسعود الاخرى نضرب في واحدة سبعة اللي ضربتوه نضربه ليعلم ولكنها كنمشي بالعكس كنمشي بالطريقة الاكسية بالنسبة والتقدار إذا الله حدمها هاتك نضربه على هذه الجيهة أنا بغيه هاتك التمرين ينتصر والله إذا بغيته ينتصر علاش باش كل شيء المغاربات الله تعالى يسعود وكلوه وتعب نسبة الدول المجدوهات بغيت كل شيء يسعود من التمرين تحتاجوها كثير في التمرين اللي يجيه إن شاء الله من بعد في سين كامانيب سيزيام والبكالوري الطريقة ديه في التعطير إذا قدلنا أخذه لدينا ناقص ثلاثة على اثنان أصغر من واحد ناقص خمسة على أربعة إكس شو كتيني؟ أي هنا عندي واحد واحد سيطير إذا نقصه ناقص ثلاثة على اثنان نقص واحد من الجهة ونقص واحد من الجهة نقصه هنا نقصه حتى في الجهة الأخرى باش يمشي بي حالاته فقام ناقص خمسة على أربعة إكس بي أي هنا ناقص ثلاثة ناقص اثنان على اثنان أصغر من مال ناقص واحد ناقص واحد كم يساوي؟ صفر انا نديرها باش كونشي فيما كونشي فيما نديرها لأنها تمكن كلين دوسوا ما ديسنا الصفر نديرها باش كونشي فيها أي ناقص ثلاثة ناقص جوجية ناقص خمسة عليها أصغر مناقص خمسة على أربعة إكس لأن الصفر ناقص عدد يبقى نفس العدد ناقص ثلاثة ناقص اثنان هي ناقص خمسة ندربوا في ربعة إكس ربعة إكس ربعة إكسة المقلوب ديال العدد خمسة على أربعة ها؟ ندرب في العدد بس ما نغير في رمس الأخير كأن كذلك يمكن ندرب في ناقص في ناقص في ناقص ربعة إكسة يتغيّر سمحوا ليني لا تدرس على الجوج دير الطرق وشكل واحد اللي بغى يدره يدره إذا ضربنا في ناقص ربعة إكسة على خمسة في المقلوب ديال ناقص خمسة على أربعة ومقلوب ديال ناقص خمسة على أربعة هو ناقص أربعة على الخمسة ضربت المقلوب دياله كان غير رمس تفقنا؟ ولا كرة كان ضرب في الجيئتين كان ضرب في الجيئة اليمنى والجيئة اليوسر وهذا ضربتنا في المقلوب كما قلت قبيلة في بي فنضربتنا في بي في واحد على بي باش كي يمشي الخسيزال كي باشي الخسيزال هادي ناقص الشطر هنا يا هنا ناقص في السطر لا يب� حسنا اوكي؟ هنا كنت مشي خمسة معها خمسة وتمشي ابعها؟ معها اربعة وهذا الاختيزال ماذا كان تبقى؟ هنا فقط واحد 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 العدد واحد عنصر موحدا في الضرب واحد انصر موحدا في الضرب ناقص واحد في ناقص واحد هنا ناقص واحد ناقص واحدة إلى واحدة. هي واحدة. نكتبوها. لا شو نكتبوها. تشكل شي فهم. إذا نمشي لنا. ناقص خمسة في ناقص أربعة. هي عشرين. لنا ناقص في ناقص سأعطي زالي. عفواً كم يمكن تاني اختزلو. عفواً. سمح. ناقص خمسة بعد خمسة. اللي انا عندي الدرب عندي الحق ناقص أزل. كتبقى ناقص واحد على اثنان. خمسة إكس.، نكتبوها ناقص واحد على اثنان. مطروبة آه... ناقص裡 أربعة بعد weed. ناقص الواحد تسوي ناقص اربعة. ولذلك يا عادة محضة بقل أن نكتبوها ما توقف عادة مشروي. بنفسي ألم أخرى، يكون المعد في عادة موجود في ناقص واحد. ولكنekرة اكس في ناقص واحد اكس في ناقص واحد هي نااااكس اكس. يعطي ايكس مع ناقص؟ ناقص بناقص سعطي زاد ناقص فناقص تعطي زاد سعطي زاد اربعة على اثنان اكبر ناقص واحدها سعطي زاد إذا الأربع على إثنان هي إثنان أكبر من إكس وإثنان أكبر من إكس هي يعني إكس أصغر من إثنان دول بناديلهم ومن كل بذلك وصلت النتيجة لطلبين منه إذا لحتوا في هذا التعطير هذا أو عفوا في هذا الطريقة ديال التعطير هنا بدل نضيف أو نضرب هنا الإكس بديس كان نقص ونقصم يعني كان نضرف المقلوب للعدد كان نضرف المقلوب للعدد بس نحصل إلى العدد بوحد وليان ديال غربي والمجنين وتنقص نفس العدد من جهتين المتفاوضة عن طبق حال بس نوصل بس نتخلص من العدد اللي يزيد إلى إكس لان بحل بات ما عندنا واحد ناقص خمسة على أربعة إكس سنقص واحد من الطرفين ثم بعد نقص لي واحد فلس نحسبها كان نضرب في المقلوب ديال ناقص خمسة على أربعة لان ناقص خمسة على أربعة رمضروبها في إكس لان نضرب في المقلوب ديال ناقص خمسة على أربعة رمضروبها في إكس بوحدها هي اللي وقعت لي ناقص واحد في ناقص إكس هي زائد إكس زائد إكس وديك زائد إكس هي إكس من طبع الحال وفي الأخير وصلت النتجة غير طالبين من إن يحاولوا بغيتكم هات تمنين تقديلوه وتعاودوه واحد الخمسة للمرات لماذا؟ باش تتقنوا إن شاء الله تعالى طريقة التعطير طريقة التعطير ركت سهل بزاف ديال الحوايج ركيال الحوايج اللي تخدمها غيف جوجه في السطور وتوصل الى نتيجة يبغي أبغينهما بلا مدير هاتطورة كاملة قدرزانة لانا لكي تتقن جذور الدرب اللي عنده الدرب فراس رايقدي ديال عملية في جوج كثرة السطور ويوصل الى نتيجة ما يدير تطريقة التعطير لانا حاولت البسطة الجامع إن شاء الله تعالى انتمتمنى أن الجامع يفهمه انتمتمنى الله تعالى أن الجامع يدلوه يتوفقه في الدروس دياله للمواد كاملة وانما جميع المواد مهمين بالنسبة الكميد عندنا في المغرب ديالنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته